كشفت مصادر خاصة للحدث عن ترتيبات مصرية تركية تمهيدا للقمة المرتقبة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي وتركي رجب طيب أردوغان المصادر أشارت إلى أن وفدا مصريا رفيع المستوى أنهى بعض الترتيبات مع الجانب التركي حيث اتفق الجانبان على إبعاد المتورطين في قضية اغتيال النائب العام المصري من تركيا وعلى رأسهم يحيى موسى وعلى السماحي كما قدمت القاهرة للجانب التركي الأحكام القضائية على عناصر الأخوان التي لا تزال على الأراضي التركية لإبعادهم المصادر أكدت أن تركيا أسقطت الجنسية عما يقرب من 15 عنصرا أخوانيا متورطا في عمليات إرهابية في مصر وصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية كما قررت أنقرة إبعاد وإسقاط الجنسية عن أي عنصر حاصل على أحكام قضائية نهائية في مصر الملف المصري شمل عناصر تابعة للأخوان وعلى اتصالا بتنظيمات إرهابية في مصر وسوريا تركيا أبلغت القاهرة بفرض قيود على التحويلات المالية إلى مصر لمنع وصول أي أموال للعناصر الأخوانية كما تسلمت أنقرة وثائق مصرية خاصة بتجميد أموال قيادات الأخوان في تركيا والمتداخلة في مشروعات تجارية مع رجال أعمال آخرين وجرى الاتفاق على تسوية الأموال المهربة من قبل قادة الأخوان إلى تركيا ومصادرة العقارات والمشروعات التابعة لتنظيم الأخوان ينضم إلينا من القاهرة كرم سعيد البحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات مرحبا بك أستاذ كرم هذا ما طلبته القاهرة من أنقرة ما الذي طلبته أنقرة من القاهرة كي تكون العلاقات كما يريد الجانبان مساعد خيري أستاذ حسين أخبر أني هذه التحركات التركية فيما يتعلق بحل القضايا الخلافية مع القاهرة وعلى رأسها ملف عناصر جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا بتؤشر إلى أن تركيا راغبة في تطوير علاقاتها مع القاهرة والحقيقة أن الإجراءات التي تحدث عنها التقرير في البداية لم تكن جديدة ولا هي الأولى من نوعها عندما بدأت المحادثات الإسكشافية بين البلدين في 2021 قامت تركيا باتخاذ خطوات سواء فيما يتعلق بترحيل بعض المنصات الفضائية التي كانت تبس من إسطنبول أو إلزام بعضها بمساق الشرف الإعلامي إضافة إلى توقيف بعض العناصر ومهاجمة مقرات تابعة لعناصر الجماعة في تركيا تركيا على مدار أشهر الماضية اتخذت العديد من الإجراءات تحو محاصرة عناصر الجماعة المقيمة على أراضيها أتصار إني لطبعا السياسة هي لغة المصالح والبراجماتية هي العنوان الأبرز في العلاقات المصرية التركية بل في توجهات التركية الحالية تجاه المنطقة تصار إني تركيا بتعاول بشكل كبير على القاهرة في إحداث اختراق لمصالحها في منطقة شرق المتوسط خاصة أن بعد تأسيس منتدى غاز المتوسط في 2019 ونجاح القاهرة في جمع الأطراف والدول المشاطئة لشرق المتوسط ووضع خارطة لكيفية الاستفادة من الصروات الغازية المكتشفة في هذه المنطقة وتركيا لديها طموح في الاستفادة من هذه الصروات سواء بتوظيف القاهرة كوسيط محتمل في تسويت القضايا الحدودية البحرية العلاقة ما بين تركيا من جاء واليونان من جاء أخرى خاصة أن القاهرة بترتبط بعلاقات استراتيجية مع قبرس واليونان تستطيع القاهرة لعب هذا الدور قبل أن ننتقل إلى الملف الليبي تحدثت أن تستذكر بأن القاهرة بالفعل تمتاز بعلاقة جيدة مع هاتين الدولتين المعاديتين أو على خلاف مع تركيا إلى أي حد بالفعل يمكن تسويت هذا الملف عبر القاهرة أصار أن القاهرة بما تملكه من رصيد وافر لدى الدول المطلعة على البحر المتوسط والقاهرة بما تلتزم به من ضرورة الاحتكام إلى القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم البحار يمكن أن تلعب دور في ترتيب هذه الأجواء الخلافية ووضع خطوط عريضة لأي تسوية محتملة بين تركيا واليونان لكن شريطة أن تلتزم كل دولة بالقواعد القانونية المعمول بها مصر لديها التزام مواضح بهذه القواعد وعندما رسمت الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020 رعت الاعتبارات البحرية لتركيا والتزمت بالقواعد القانونية الدولية المنظمة لعملية تعيين الحدود في هذا السياق طيب أسألك كذلك عن مسألة جغرافيا المكان أو القمة بين الطرفين نستوضح منك إذا كانت هناك معلومات يعني المعلومات أن القاهرة اطلقت دعوة عبر السفير المصري في السفير التركي في مصر وصار أن هذه الدعوة هي محل ترتيب من قبل القيادة السياسية وفقا للجدول الزمني والالتزامات الرئاسية في هذا الإطار لكن هناك كل المؤشرات الظاهرة الآن بتشير إلى أن هناك تحرك كبير في إحداث تحسن شامل في العلاقات المصرية التركية وخاصة على الملف الاقتصادي وتسوية القضايا العالقة وتحسين مساحات التفاهم والتنصيق فيما يتعلق بالقضايا الخلفية سواء في ليبيا أو غيرها من الملفين منعكس التوافق ما بين القاهرة وأنقرة على الأزمة الليبية أستاذ كرم تستطيع أن تطلعنا عليه من الممكن أن يكون المنعكس سريع تركيا بعد فترة طويلة باتت تدرك وتاعي أن القاهرة نقطة استناد استراتيجية في المشهد الليبي ولا يمكن تجاوز القاهرة ليبيا تمثل عمق استراتيجي للدولة المصرية والدولة المصرية لديها رؤية وضحة في هذا السياق هي ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتشكيل حكومة تضم كافة الأطراف المحلية وليس لديها منع في أن يكون هناك انخراط لكن انخراط إيجابي يراعي خصوصية المشهد الليبي ويراعي خصوصية الدول الجوار في ليبيا أتصار أن هناك اتفاق مصر تركيا على ضرورة الذهاب إلى انتخابات في ليبيا وتكوين جيش موحد والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتصار أن هذه منطلقات يمكن أن تشكل أرضية جديدة يمكن أن تنعاكس على المشهد الليبي في المرحلة المقبلة طيب مسألة التحويلات المالية ومسألة الإسقاط الجنسيات القاهرة ماضية في الموضوع بالمطالبة به إلى النهاية ماذا عن الجانب التركي؟ هل ثمت ضمانات من وجهة نظريك؟ ممكن أن تقدم للقاهرة فيما يخص دعم تركيا لبعض الشخصيات التي تتبع لتنظيم الإخوان؟ القاهرة قدمت قائمة للعناصر المطلوبة قضائيا في القاهرة وتركيا على مدار الشهور الماضية أبدت نوع من الاستجابة كما ذكرت في البداية سواء بترحيل بعض عناصر الجماعة إلى ملازات بديلة أو توقيف عناصر ربما تمهيدا لترحيلها في الفترة المقبلة هناك دراسة لدى الجانب الأمني التركي لإسقاط الجنسية عن بعض العناصر التي حصلت على الجنسية في سنوات ماضية ولكن أستاذ كرم إذا سمحت لي منذ فترة أقل من شهر تم رصد بأن هذه الجماعة تعمل في الداخل التركي الآن وأن بطريقة ملتوية يعني تعيد نفسها مرة أخرى يعني إلى أي حد بالفعل مسألة عدم الدعم والتخلي هي حقيقية واقعة أنا في تقديري أن تركيا باتت تنظر إلى ملف الإخوان باعتباره ملف غير مجدي ولم يعد مفيد لحزب العدالة والتنمية لعدة أسباب أولا صعود الطيار القومي في تركيا بصورة لفتة في الفترة الماضية ولعلك تبعت الانتخابات التركية التي أجريت في مايو الماضي والطيار القومي في تركيا كان صاحب القول النهائي في فوز الرئيس التركي بالانتخابات وهناك انتقادات كبيرة من الطيار القومي في تركيا لإصطدافة تركيا لجماعات الإسلام السياسي الأمر الثاني أن هذا الملف لم يعد ورقة ربحة للرئيس أردغان ربما يحتفظ بنوعا ما لبعض الوقت خاصة أن تركيا مقبلة على انتخابات محلية في العام المقبل فربما يتم المنورة بهذه الورقة لدى القواعد التقليدية المحافظة في الداخل التركي لكن على مستوى العالم الخارجي أو على مستوى السياسة الخارجية أتصار أني انقارة باتت تدرك أن هذا الملف لم يعد مجدي للسياسة التركية وأتصار أني الدليل على ذلك هو التحركات التركية حتى إذا المشت في تونس يعني برغم تعصر حركة النهضة لكن كان هناك موقف تركي محايد وحافظت تركيا على اتصالات وعلى علاقتها مع الرئيس قيس سعيد بدأت تركيا تتخلى عن تأميم وجهها قبلة الجماعات الإسلامية في غرب ليبيا وبدأت تنفتع على شرق ليبيا في الفترة الماضية وكان هناك قبل عدة شهور زيارة للسفير التركي في ليبيا إلى مناطق شرق ليبيا هناك تحول في الرؤية التركية فيما يتعلق بضبط ما صار العلاقة مع جماعات الإسلام السياسي في هذا التوقيت هي لم تعود ورقة ربحة لي الأطراق في هذا التوقيت شكرا جزيلا لك من القاهرة كرم سعيدة البحث السياسي في مركز الإهرام للدراسات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات